السلام عليكم كيف يغطي في عشرة معاني؟ فالمعنى الأول لبلغن يغطي شيئا بشيء أو يحشوه فمثلا حشو الخبز بالنقانق لدينا خبز ونضع داخله نقانق فنحشوه بالنقانق أو تغطية الأرضية أي الأرض الخشبية بسجادة فنقول فهنا يغطي الأرضية الخشبية بسجادة وهنا أيضا يغطي لأنه يغطي أسفل الخبزة أي القسم الأسفل من الخبزة بما أن الخبز يكون قطعتان وبينهما نضع النقانق فالقطعة السفلية سنغطيها بالنقانق إذن يمكننا أن نترجمها يحشو أو أنها في الواقع يغطي القسم الأسفل فهي معنى واحد في النتيجة المعنى الثاني يقصف وهذا يكون في المجال العسكري فمثلا قصف موضع بالقذائف لدينا موضع مكان ونقصفه بالقذائف فهذا القصف هو تغطي لهذا الموضع نغطيه بماذا؟ نغطيه بالقذائف من خلال قصف هذه القذائف فقصف موضع بالقذائف نقول المعنى الثالث يحجز من أجل شخص أو من أجل نفسه بأن يسجل إذن يسجل كي يحجز مثلا الحز في كورس مسائي بالتسجيل فيه يسجل في كورس فيحجز لنفسه مثلا فهو قد غطى الكورس بماذا؟ بالتواجد فيه غطاه جلس على الكرسي والكرسي على الأرض والكرسي يغطي الأرض فهذا نوع من التغطية إذن نحن نوحد المعاني العشرة بكلمة واحدة هنا ونربط المعاني هنا كلها في النهاية بالتغطية كي يسهل حفظها المعنى الرابع يحتل مرتبة في ترتيب أي يصل إذن هذا خاص في المجال الرياضي يحتل المرتبة الأولى في نتيجة السباق مثلا أو يصل إلى المرتبة الأولى أو يصل إلى المرتبة الثانية وهكذا فهذا نوع من التغطية يغطي المرتبة بأن يصل إليها فيحتلها فهو يجلس عليها يحتلها يغطيها المعنى الخامس يستخدم شيئاً لهدف وخاصة إيواء الأشخاص فلنقول الفندق مشغولة غرفه بالنزلاء غرف الفندق مشغولة بالنزلاء داس هوتيل إست بليكت إذن هنا يستخدم الفندق لهدف الإيواء هدف الإسكان فهنا قد تغطى الفندق بالزبائن فأصبح مجغولاً أي ليس هناك إمكان لزبناء أو زبائن جدد فأيضاً الببدأ ذاته مع خط الهاتف فلنقول أن خط الهاتف مشغول دي تليفون لعيتون إست بليكت إذن قد تم شغله أي حجزه أي تغطى بالاتصال المعنى السادس يفرد شيئاً على شخص أو على شيء أو يغرمه بشيء إذن كأن يفرد غرامة على شخص أو يفرد غرامة على شيء فلنقول فرضوا الجمارك العالية على البضائع المستوردة إن بوت وام مت هون تسول بليكن ولنقول لقد تم تغريمه بغرامة عالية إذن يغطي الشيئاً بغرامة فكلها تغطية في النهاية المعنى السابع يثبت أو بالأحرى يثبت يبرهن يثبت أو يبرر أو يدعم من خلال وثيقة أو نحوها أي أنه يريد أن يدعم مثلاً طلبه لماذا تطلب كذا لأن لدي الأسباب والمبررات التالية فهو دعم طلبه بأسباب ومبررات أو يبرر مصاريفه كيف يبررها يبرز الإيصالات فيبرر لماذا صرف كذا وكذا من خلال الإيصالات إذن هو ليس بكاذب ولا سارق وإنما هو فعلاً لديه الحق أن يطلب مصروفاته وما صرفه أن يطلبه لأن لديه إيصالات بذلك فلنقول برر مصاريفه من خلال إيصالات زين أو سقاب مت أو يمكننا أن نقول مت أو دورش إذن دورش قفتن بلائج ولنقول دعم مطالبه بمبررات زين فودغن مت جوند بلائج إذن هو يغطي المصروف بالإيصالات في لغة البحارة الذين يبحرون في السفن فالبحارة المبحرين في البحر في لغتهم يستعملون هذا الفعل بمعنى يشد الحبل هناك حبل ويشده أو يلفه يلف هذا الحبل حول مربط الحبال لدينا مثلا بكرة يربطون حولها الحبل أو بكرة أو نحو هذه البكرة أو شيئا يشبه البكرة المهم أنه مربط الحبال فيشد الحبل حولها حول هذه البكرة يشده عليها أو يلفه إذن يشد الحبل أو يلفه حول المربط يشد أو يلف فإن قال مثلا بليكت داس اند أي لفة النهاية نهاية ماذا أي لفة نهاية الحبل يطلب منه أن يلف نهاية الحبل وفي لغة البحارة أيضا معنى قريب جدا من السابق لكن بدل أن يشد الحبل أو يلفه حول المربط فهو يشد شيئا لكن من خلال